بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل الوحدة الثانية بعنوان تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والارباح نبدأ في امثلة تطبيقية على تحليل الربحية مثال واحد بافتراض ان التكاليف الثابتة عشر تلاف ريال والتكلفة المتغيرة لوحدة الانتاج تكلفة المتغيرة لوحدة الانتاج 3 ريال وسعر بيع الوحدة 5 ريال المطلوب تحديد حجم النشاط اللازم لتحقيق ارباح 8000 ريال الحل نبدأ بحساب هامش المساهمة للوحدة اللي هو سعر بيع الوحدة ناقص تكلفة متغيرة للوحدة نعوض سعر بيع الوحدة كان معطى بخمسة والتكلفة المتغيرة لوحدة كانت معطى بثلاثة يبقى الفرق بينهم حيطلع هامش المساهمة الوحدة 2 ريال حجم المبيعات الذي يحقق ربح مقداره كذا ريال بيساوي التكلفة ثابتة زائد الربح المستهدف على هامش المساهمة للوحدة بالتعويض يبعزين نحسب حجم المبيعات الذي يحقق ربح 8000 ريال تكلفة السابتة كانت معطى بـ 10,000 والربح المستهدف معطى بـ 8,000 على 2 اللي هي هامش المساهمة الوحدة اللي كنا حسبناها بـ 2 حيطلع حجم المبيعات الذي يحقق ربح 8,000 ريال يطلع 9,000 مثال 2 الشركة الصناعية XXX تقوم بإنتاج منتجه الوحيد ها وتبيع الوحدة منه بسعر 25 ريال يبنا معطى عندي سعر البيع 25 ريال علما بأن التكاليف الثابتة 60,000 ريال والتكلفة المتغيرة للوحدة 13 ريال فبافتراض أن الشركة تريد تحقيق ربح مستهدف بعد الضرائب ربح مستهدف بعد الضرائب مقداره 180,000 ريال وأن معدل الضريبة 40% المطلوب أحسب كمية وقيمة المبيعات المستهدفة لتحقيق هذا الربح المرة دي الربح بعد الضريبة هم يديني معدل الضريبة الحل هامش المساهمة للوحدة بيساوي سعر بيع الوحدة ناقص تكلفة متغيرة للوحدة بالتعويض سعر بيع الوحدة كان معطى بـ 25 ريال والتكلفة المتغيرة للوحدة كانت معطى بـ 13 ريال يبقى الفرق يطلع هامش المساهمة الوحدة 12 ريال كمية المبيعات المستهدفة اللي هنا عايزيني نحقق ربح بعد الضريبة العلاقة الرياضية بتتحسب كالآتي تكاليف ثابتة زائد الربح المستهدف بعد الضريبة على واحد ناقص معدل الضريبة كل ده مقسوم على هامش المساهمة للوحدة تكاليف الثابتة وكانت معطى عندي بـ 6000 لما جاء عوض الربح المستهدف بعد الضريبة كان معطى بالـ 180 ألف واحد ناقص معدل الضريبة كان ربعين في المية يبقى من جاء عوض حيبى واحد ناقص ربعين في المية على هامش المساهمة الوحدة اللي احنا حسبناه 12 نشوف كده التعويض يبقى كمية المبيعات المستهدفة الـ 60 ألف دي اللي هي الثابتة دي اللي هي ته ثابتة في المعطيات والمية وتمين ألف اللي هو الربح المستهدف اللي عايزيني نحققه بعد الضريبة على واحد ناقص ربعين من مية دي اللي هي معدل معدل الضريبة مقسوم على 12 اللي هو كنا حسبناه هامش المساهمة للواحدة نصفي المعادلة الرياضية يبقى كمية المبيعات المستهدفة بتساوي الـ 60 ألف زائد الـ 108 ألف على الـ 60 من مية بعد ما ايه قلنا واحد ناقص ربعين من مية طلع الـ 60 من مية على 12 نصفي كمان يبقى كمية المبيعات المستهدفة بتساوي الـ 60 ألف زائد لما بنقسم الـ 180 على الـ 60 تطلع 300 ألف نجمع بقى 60 ألف زائد 300 ألف على 12 يطلع النتيجة 30 ألف وحدة 30 ألف وحدة طب عايزين نجيب القيمة المبيعات المستهدفة قيمة المبيعات بتساوي الكمية اللي احنا طلعناها اللي هي 30 ألف وحدة في سعر بالو هد اللي كان موطة يبقى 30 ألف وحدة في 25 سعر بالو كان موطة تطلع 750 ألف ريال موسيقى